تحل اليوم ذكرى ميلاد أحد عظماء قراء القرآن الكريم الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي أتم حفظ القرآن الكريم وهو في الثامنة من عمره عرف الشيخ المنشاوي ببصمة خاصة في التلاوة فلقب بالصوت الباكي بصوت خاشع وبقلب ضارع له بصمة خاصة في التلاوة تميز بصوت ذي مسحة من الحزن فلقب بالصوت الباكي إنه الشيخ محمد صديق المنشاوي أحد رواد التلاوة المتميزين بتلاوته المرتلة والمجودة ولد الشيخ محمد صديق المنشاوي في العشرين من يناير من عام 1920 بمركز المنشأة في محافظة سهاج لأسرة متدينة وعاشقة لجمال تلاوة القرآن حيث كان والده وجده من المقرئين للشيخ المنشاوي العديد من التسجيلات في المسجد الأقصى وفي الأقطار العربية وفي الكويت وسوريا وليبيا تل القرآن في المساجد الرئيسية في العالم الإسلامي كالمسجد الحرام في مكة المقرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة والمسجد الأقصى في القدس المبارك داع صيته ولقي قبولا حسنا لعدوبة صوته وجماله وانفراده بذلك إضافة إلى إتقانه لمقامات القراءة كان على رأس قراء مصر في حقبة الخمسينيات من القرن العشرين وقال عنه إمام الدعاء الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي قال إنه ورفاقه الأربعة مصطفى إسماعيل عبد الباصط عبد الصمد محمود علي البنة ومحمود خليل الحصري قال عنهم إنهم يركبون مركبا ويبحرون في بحر القرآن الكريم ولن يتوقف هذا المركب عن الإبحار حتى يرث الله الأرض ومن عليها في العشرين من يونيو من عام 1969 رحل عن عالمنا صاحب الصوت الباكي محمد صديق المنشاوي تاركا وراءه إرثا كبيرا ثقيلا يتمتع به عشاق دولة التلاوة تلاوة القرآن الكريم في أرجاء العالم